نحن بفضل الله جل وعلا عندنا الآن في جميع القطاعات أو أغلب القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية وفي دار النقاها وفي مراكز الأيتام جميعها لدينا فيها حلق قبل شهرين تقريبا كرمنا مجموعة من الأفراد والضباط في قطاع الحرس الوطني بفضل الله جل وعلا أتم حفظ لهم حلقة خاصة فيهم هناك جميع القطاعات لها حلقات داخل القطاع معلمين من الجمعية ما شاء الله والآن بفضل الله جل وعلا انتقلنا إلى المرحلة الأعلى منها وهي أننا بدأنا الآن ننشئ معلمين من نفس القطاعات أهلتهم معلمين أهلنا معلمين من نفس القطاعات بإذن لهم اللي يقودون العملية التعليمية نحن نشرف عليه مشراف فقط وتعاونكم مع الشؤون الدينية في هذه القطاعات طبعا طريقة تعليمنا ودخولنا إلى المساعدة القطاعات هي عبر شراكة ما بيننا وما بين هذه القطاعات وبفضل الله جل وعلا الشراكات قوية وكذلك بفضل الله جل وعلا الحمد لله الآن أصبحت هذه الشراكات مدعومة ونجد عليها إن شاء الله يعني أقبال كبير جدا يا سلام طيب نسبك كذلك أيضا دور الأيتام دور ملاحظة السجون عندنا لله الحمد للفضل منا في دور الأيتام لدينا حلق وعندنا داخل السجون حلق وكذلك عبر الإشراف من الأمارة نحن الذين نقيم ونختبر المسجونين الذين أتموا حفظ القرآن أو أجزاء منه حتى يحصلوا على العفو الخاص بحفظ القرآن الكريم ينبني عليها العفو وتقليل مدة المحكمية وفيه إقبال منها جدا إقبال كبير جدا فيه اهتمام الصراحة من إمارة المدينة ومن سمو الأمير بهذا الجانب يوليه جانب يعني واهتمام كبير جدا وحتى أننا كثفنا اللي جانب فترة الماضية بشكل أكبر اشتركوا في القناة